اهلا بحضراتكم في هذه التغطية يناقش مجلس النواب خلال جلستها العامة الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة وايضا لجنة الدفاع والأمن القومي والشؤون الدينية والأوقاف وايضا التعليم والبحث العلمي والشؤون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وايضا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وايضا تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وايضا تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزولة مهنة أطب وايضا تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهنة الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وايضا تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ويعكس مشروع القانون حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين وايضا العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيش لائق ويأتي مشروع القانون استجابة لتوجهات رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار والخفاض للقوى الشرائية للجنين فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بغيات تخفيف أثار ارتفاع الأسعار من خلال إكرار مزايا نقضية استثنائية للعملين وتضمن مشروع القانون في المادة الأولى تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من إبريل سنة 2023 على أن تكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيف لكل منهم في 31-23-23 بحد أدنى 125 جنيه شهريا وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيف للموظف في 1 إبريل 2023 وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 والمشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024 مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر